بسم الله الرحمن الرحيم أنظمة المعلومات المحوسبة في المؤسسات هذه من أهم الأمور التي تدفع وتبرز مدى أهمية دراسة هذا المجال أو هذا المصار الشغلة الثانية أنه كل أنظمة العمل والمهن والوظائف تعتمد اعتماد كبير جدا ومنها من يعتمد اعتماد كلي على أنظمة المعلومات المحوسبة الشغلة الثالثة طبيعة التخصص اللي عمال اللي بتدرسه فيه لا يتماشى حاليا ضمن التطور اللي موجود إلا من خلال التعامل مع أنظمة حاسوبية موجودة غير هيك ممكن يكون لك دور في تصميم برامج أو وضع صورة معينة أو فكرة من أجل تسهيل تقديم الخدرات ما هو نظام المعلومات المحوسبة؟ زي ما اتفقنا أنه النظام عبارة عن مجموعة من العناصر والأجزاء بينها علاقة معينة قلنا منسجمة متناسقة متداخلة متكاملة أي إن كان فيها نوع من التفاعل وصولا إلى تحقيق الهدف هاي نفس الشغلة نظم المعلومات مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها التي تقوم على معالجة البيانات شو يعني معالج؟ يعني إدخال بيانات تحليل تصنيف تبويب وبعد ذلك بصير عملية التخزين والتوزيع بهدف طبعا اللي هو مساعدة المدراء على اتخاذ القرار المبني على البرهان والصحية من أهداف فكمان أنظمة المعلومات أن تقوم على تنسيق العمل داخل المؤسسة وحدها الشغلة الثالثة أنها تساعد في تسهيل المهام وتسهيل العمل في مكان ضمن المنظومة الواحدة داخل المؤسسة الصحية نفسها ومن هنا يترح أن نظام المعلومات يعتمد على مكون مادي أو الأجهزة أو ما يسمى بالهاردوير والمكون الآخر السوفتوير المكون البرمجي من أجل معالجة البيانات وحفظها واسترجاعها وتوزيعها إلى الجهاز ذات العلاقة في وقته وظائف نظم المعلومات الوظيفة الأولى data collection أو تجميع البيانات data collection أو تجميع البيانات هي عملية الحصول على البيانات من مصادرها المختلفة يعني لما نيجي نقول على رصد الأمراض المعدية تجميع البيانات فيه عند عيادات فيه عند مستشفيات فيه عند حكومة فيه وكالة فيه مؤسسات أخرى في تقديم اللي هو خدمة صحية هالا عملية تجميع انه باخد هالنماذج من كل المستويات الموجودة اثنين عملية التصنيف والتبويب او ما يسمى بالكلاسيفيكيشن عبارة عن تجميع بيانات حسب معايير او معطيات معينة في مجموعات مختلفة يعني في عندي امراض معدية في عندي امراض غير معدية في عندي في الامراض المعدية تصنيف الف بجيب كل واحدة لها اعتبار في رصد الامراض نفسها وعملية الادخال البيانات المتعلقة فيها من الوظائف ايضا الكالكوليشن بروسسز او عمليات الحوسبة او عمليات حسابية هي اجراء عمليات حسابية للوصول الى مخرجات هالبيانات يعني بدي اطلع بمعلومات يعني بدي احسب معدلات الدخول بالمستشفى معدلات الخروج قدش معدل الوفيات قدش معدل الولادات الموجود ها بالدعم حسبة مثلا معدل وفيات الحالة عندنا ممرض كورونا اليوم قدش في عندي حالات مقارنة اليوم قاعدين بصنفوها العدد الحالات مقابل عدد الفحوصات اللي انت قمت فيهن هذه من خلال برنامج محاوسة بوك يمكن يساعدني في التعرف على عدد نسبة الفحوصات الي نعملها قدش في عندي ناس محجورين قدش في عندي مقارنة بالناس اللي دخلت البلد واللي خرجت البلد قدش في عندي حالات حرجة قدش وفيات وبنعطيني نسبة مئوية قدش موجودة يعني لما بيجي بقولوا والله حوالي 2 إلى 3 في المئة نسبة وفيات الحالة من مرض الكورونا من خلال رصد وتحليل البيانات اللي موجودة والخروج بعمليات حسابية أعطتني المعدلات الموجودة من الوظائف أيضا أو ما يسمى بتلخيص دائما زي ما حكينا كتير الناس ما بتحب يشتقر كثير يعني بتحب الإشي المختصر والخراه وخصوصا عند اللي هم المستويات الإدارية العليا لأنه بنقول إنه عندهم دائما فولفلد أجندة يعني دائما أجندتهم مشغولة فهاي البرامج بتقدر تعطيني تلخيص اللي هو الإنجازات وأليات العمل وبتساعدني طبعا في الوصول السريع إلى ما هو مطلوب بتكون أكثر يعني كامل معلومات كبير جدا هذا ممكن يتلخصني بتعطيني في شغلات أدق وأفهم زي ما قلنا قبل البيانات أعم وأشمل بينما المعلومات هي عبارة عن هي بتكون أدق وأوضح الوظيفة الخامسة للستورج التخزين وهي عمليات حفظ اللي هي المعلومات بالطرق المختلفة ستة للريستور أو ريستورنج اللي هي الاسترجاع هي عملية استرجاع واستخراج المعلومات عند الحاجة واللزوم إلي يعني لو من يوم ما بديت أشتر على البرنامج المحوسب وأدخل على الجهاز لو من عشر سنين لو من عشرين سنة لو من يوم بصير سهل عندي عملية الاسترجاع زي ما بدك تيجي أنت على برنامج تفتح الورد مثلا أو تفتح الجهاز الكمبيوتر وانت ناس اسم الملف بس لو جبت أي كلمة منه أو جزء هيعمل عملية استرجاع وهاي المقصود في عملية اللي هو تسهيل الاسترجاع بالوصول إلى الميانات طيب الوظيفة الأخيرة هي ديسيميليشن أو ما يسمى بالتوزيع وهي العملية التي من خلالها يتم توصيل المعلومة بعد استرجاعها وتحليلها وتصنيف وتوبوبها إلى الجهاز ذات العلاقة من خلال تقارير مكتوبة أو شاشات عرض محوسبة طيب موارد نظم المعلومات المحوسبة هي خمس موارد المورد الأول البيبل أو الأفراد المورد الثاني الهاردوير أو المكونات المادية الثالث السوفتوير أو المكونات البرمجية الرابع الدياتا ريسورس مورد البيانات والأخير نيتورك ريسورس أو مورد الشبكات أول مورد الأفراد مكون من تقريبا سبع أفراد الأول هو محلل النظام محلل النظام دوره أو وظيفته هو يعتبر حلقة الوصل ما بين المبرمج وما بين الأشخاص أو الأفراد الموجودين داخل اللي هو المؤسسة يعني وظيفته ترجمة المشكلات والمتطلبات الفنية إلى متطلبات برمجية مثال عمليات ضبط الحضور والانصراف من خلال آلية تكون فريدة لما اخترع نظام هالبصمة يعني بدأ يفكر مثلا كمثال المدير أنه كيف أنا ممكن أخلي أو أعمل عملية ضبط للحضور والانصراف بشكل دقيق ومفيش حدا يمضي لحد زي ما احنا كنا بنشوف بالمؤسسات اخترع نظام بصمة اليد أو بصمة العين هذا دوره أنه بياخد هالفكرة اللي موجودة عند الأشخاص كمتطلبات هما بدهم إياها وهذا بيعمل عملية بلورة برمجية ما بيشتغل إشي زي ما بيعمل تصور على ورقة أو فكرة معينة هل ممكن تطبق أو لا بعد هيك بيجي دور مصمم النظام وهذا دوره يبدأ بعد انتهاء دور محلل للنظام اللي هو بيرفع لي الفكرة من ناحية برمجية تبدأ وظيفته مع نهاية أعمال محلل النظام ومن مهامه تقدير الأشكال أو الخيارات التكنولوجية وضع آليات وإدارة للمراقبة التنفيذ الفني لهذا النظام وضع وصف تفصيلي للمواصفات النظام الجديد إذن هذا يعني بدي يعتبر العمود الفقري من ضمن أفراد النظام بعد ما خدنا الفكرة من المحلل اللي هو أخد التصور من المسؤول أو من الشخص وصلت للمصمم المصمم بدأ يحط لنا اللي هي الآليات العملية في كيف بدي يكون شكل النظام كيف ممكن أنا أتعامل معاه كيف إمكانية الدخول آليات الرقابة الدور الثالث هو أو من المكونات الأفراد الدور المبرمج المبرمج هو عبارة عن مهني محترف يعمل في مجال الحسوب بتكون عنده وظيفة أساسية هي كتابة البرمجيات وأنواعهم ثلاثة مبرمج دخول أو النظم بنقول عنها مبرمجه التطبيقات ومبرمجه العمليات الإدارية يعني لما نيجي نفتح إحنا جوال جديد لأول مرة بتلاقي كل عملية إحنا بنفتحها جديد بيعطين إيش حاجة بسموها كتابة برمجيات عبارة يعني عن برمجيات على نفس الموضوع اللي انت فتحته جديد بسموها نصوص بتوضح كيفية استخدام والتعامل مع هاي اللي هي البرمجيات الموجودة هذا بكون من دور المبرمج بياخد إيدك انت كإند يوزر كمستخدم نهائي وبيمشي معها شوي شوي وصولا إلى إمكانية التعامل مع المرنامج الموضوع الجديد من المورد الأفراد مدير إدارة قواعد البيانات هذا دوله طبعا تصميم وضبط ومتابعة ومراجعة قاعدة البيانات بيكون على درجة عالية من الكفاءة الفنية فيما يتعلق بالمهام من الأفراد مشغل النظام أو السيستم أوبريتور هو الشخص المسؤول عن تشغيل النظام الحاسب الآلي لنظام المعلومات مساعد في عملية الباك أب أو إجراء النسخ الاحتياطية حفظ وتخزين ومراجعة وممكانية استرجاع اللي هي البيانات في أماكن آمنة هذا بنسميه مشغل النظام مستخدم النهاية اللي هو أنا وإنت والمدير والمسؤول كل شخص ممكن يتعامل مع اللي هو نظام البرنامج المحاوسب مدخل البيانات يعتبر أحد الأفراد اللي هم مستخدمين نهائيين اللي هو باهتم بنشاطات متعلقة بإدخال البيانات ومعالجتها وحفظها والسرجاع وما إلى ذلك المورد الثاني مورد الهاردوير أو بسموه مورد الأجهزة أو الأدوات نظام الحاسوب الحاسوب عبارة عن أجهزة مستقلة ومترابطة كل وحدة من هالأجهزة إلها دور ولها وظيفة معينة بتشتغل مع بعض بأسلوب متناسق ومنظم من خلال العنصر الثالث من الموارد اللي هو من خلال البرمجيات هيك نسميه اللي هو الحاسوب الأجهزة المستقلة والمترابطة منها مثلا وحدة الإدخال وحدة الإدخال زي الماوس الفار الموجودة لوحة المفاتيح السكانر اللايت بين البار كود هاي كلها تتعتبر من وحدات اللي هي إدخال سواء كانت بنصوص بكلمات سواء كانت برموز أي كان أنواع له اللغة اللي هتتعامل فيها مع الحاسوب من الوحدات أيضا وحدة المعالجة المركزية أو الـ CPU Central Processing Unit وحدة التحكم الـ Control Unit وحدة الحاسوب والمنطق الذاكرة الرئيسية أي طبعا تفاصيلها ختوفي في الحاسوب يعني احنا بندكرها من باب الذكر فقط والتذكير وحدات الإخراج زي الطابعة زي الشاشات زي الأقراص أي كان اللي هو ممكن مخرجات هال الحاسوب تعتبر من وحدات الإخراج المولد الثالث اللي هو Software Resource أو مولد البرمجيات والبرمجيات هي جميع أنواع البرامج التي تلزم لتشغيل الحاسوب وتنظيم عمل وحداته برامج النظام هي التي تتحكم في أجزاء النظام والعمليات التشغيلية فيه البرامج التطبيقية هي كل البرامج اللي بتستخدم من أجل إدارة النشاطات المتعلقة في البرنامج بواسطة اللي هو المستخدم النهائي زي مثلا برنامج الحاسب الموجود برنامج من برامج التواصل الواتس أب برنامج الاسبيأس لتحليل اللي هو الإحصائي الابينفو نفس الشيء كل هاي تعتبر من برامج الممكن تعتبر تشغيلية الهدف من خلالها إدارة النشاطات وأداء النشاطات المتعلقة المستخدم من خلالها أو بهدفها الحاسوب لغة البرمجيات هي وسيلة الاتصال من الحاسب الآلي مع المستخدم النهائي سواء كانت كلمات سواء كانت رموز سواء كانت صور أرقام أصوات أي مكان المورد الرابع مورد البيانات وهي مكونة من عدة تصنيفات لكن أهمية قاعدة البيانات تعتبر أنه هي المين سورس أو مين ريسورس اللي هي المورد الأولي اللي من خلاله يتم استخراج المعلومات قواعد البيانات هي عبارة عن مجموعة منظمة من البيانات بتجمحها علاقة هاي العلاقة بتكون علاقة منطقية أساسية يسهل تخريء استخزين واسترجاع البيانات من خلالها بهدف طبعا إجراء التعديل أو الإضافة أو الحذف أو الاستفهام أو إعداد التقارير من خلال اللي هي هاي قاعدة البيانات تنظيم البيانات ويقصد بتنظيم البيانات في الحسوب هي طريقة مستخدمة لتخزين البيانات في وحدات التخزين مرتبة وفق مجموعات متجانسة تبدأ بأصغر وحدة في البيانات اللي هي البت ووصولا إلى قاعدة البيانات أو ما يسمى بالداتابازي مفروض طبعا هاي قواعد البيانات أنه تتضمن إمكانية الربط بين السجلات مع بعض بتسهل عملية الدخول والمعالجة للقواعد نفسها البيانات اللي موجودة أنه تعمل على عدم تكرار الحقوق والملفات كمثال قاعدة بيانات الجامعة موجود فيها ملف طلاب ملفات هيئة تدرسية ملف المناهج ملف الموظفين الجانب الإداري المالي هذه تعتبر كل هيئة قواعد بيانات ولكنها مؤلفة من مجموعة من مجموعات أقل زي ما قلنا بطريقة متناسقة كيف يعني مجموعات أقل يعني عبارة قاعدة البيانات مجتملة على عدة ملفات قلنا ملف الهيئة التدرسية ملف الإداري ملف الهيئة الإدارية ملف الطلاب الملف نفسه يحتوي على عدة سجلات والسجل يحتوي على مجموعة من الحقول والحقول تحتوي على مجموعة من الرموز كل منها يحتاج إلى بايت للتخزين والبايت يحتوي على عدة بت اللي تعتبر أصغر تخزينية للبيانات طيب المورد الخامس والأخير مورد النتورك أو الشبكات من مفاهيمها الاتصالات المحوسبة هي عملية النقل الإلكتروني للبيانات ما بين حاسب وحاسب ثاني هيكلية شبكة الاتصال هي البنية أو الهيكلية اللي تتتيح للمرسل أن ينقل رسالته للطرف الثاني كمستقبل من خلال قنوات محددة القنوات ممكن تكون من خلال أقمار صناعية ممكن تكون من خلال مايكروويف موجات قصيرة أو كابر وايرز بسموها أسلاك نحاسية يعني من باب المعرفة مش موضوعنا موارد الشبكات فيه أنه ثلاث مستويات فيه الإنترنت فيه إنترنت وفيه إكسترا نت إنترنت هي وسيلة اتصال محوسبة وتعتبر يعني رابع أعلى مستوى من حيث الإقبال الجماهيري على استخدامها والأول بيقولوا أنه هي الأقمار الصناعية الثاني مستوى اللي هو الكمبيوتر والثالث الجوال بعدك بطلع اللي هو من حيث المستخدمين الإنترنت في إنترنت هي شبكة اتصال خاصة بتكون متاحة من إنترا إنترا له داخل يعني يسمح بعملية الاتصال الداخلي داخل المؤسسة الواحدة ولا يسمح بالاتصال خارج المؤسسة إلا غير المشتركين على هالشبكة بتكون داخلية زي شبكة داخلية الخاصة بالكلية خاصة بنوصشها إكسترا نت من إكسترا اللي هي إكسترا خارج هي عبارة امتداد للشبكة الداخلية بحيث تسمح لمجموعات خارج إطار المؤسسة نفسها أو المستشفى أو الجامعة أو أي مكان دي عملية الاتصال والوصول إلى الشبكة نفسها طبعا بالإضافة إلى اللي هم الأشخاص الموجودين داخل المؤسسة نفسها بأنواع نظم المعلومات المحوسبة من باب الذكر فقط في عنا أنظمة قديمة وحديثة ومتكاملة وشاملة OIS اللي هي نظم Old Information System أو نظم معلومات حديثة Current Information System وفي Integrated Information System أنظمة معلومات متكاملة وفي TIS نظم Total Information System أنظمة معلوماتية شاملة تصنف نظم المعلومات حسب خدمتها للمستوى الإداري في المؤسسة فعنا زي ما احنا عارفين أنه ثلاث مستويات مستوى تشغيلي مستوى الإدارة الوسطى والمستوى الإدارة العليا المستوى الأول في النظام التشغيلي أو بيسموه Operational Level System هاي طبعا أنظمة بتساعد الإدارة الدنيا على تسيير العمل ومراقبة العمل اليومي والتشغيلي بيدعم القرارات المهيكلة يعني لو جينا نحكي على قرار مهيكل أنه أنا في عندي سقف على سبيل المثال في إعفاء نسبة 10% لمراجع جيين على شركة جواله بدي يدفع في معاي مجال 10% خصب هذا بيسموه قرار مهيكل بده أكتر من هيك بيطلع للمستويات اللي هي الإدارية الأعلى المستوى الثاني نظم المعلومات الإداري أو المعرفة اللي هو المعرفي اللي هو يدعم الإدارة الوسطى هذا بساعد في عمليات الرقابة مراجعة اتخاذ القرارات يعتبر الدور الوسيط ما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تمام بيدعم القرارات الشبه مهيكلة في نفس المثال اللي حكيناه لو أنا عندي نسبة خصم 10% ومبرمج على البرنامج على الجهاز نسميه قرار مبرمج أو معفن مهيكل لو أنا بدي أصل ل 15% ممكن تكون بده استثناء من الإدارة الوسطى شبه مهيكل لأنه هو كإدارة تشغيلية عنده 10% بديك تصل ل 15% فيه شبه مهيكل ولكن بدي أخذ أبروفل أو موافقة من مين من الإدارة المستوى الأعلى اللي هي الإدارة الوسطى النباب مستوى الاستراتيجي أو الاستراتيجي هذا بيدعم نشاطات التخطيط طويل الأمد للإدارة العليا براعي طبعا ضمن المستوى هذا مراعاة لصوت آناليسس أو ما يسمى بالتحليل الصوت البيئة الداخلية والخارجية الفرص والتهديدات في مساعدة والاستخاذ القرارات للإدارة هذه المستويات الثلاثة الإدارة المستوى التشغيلي والإدارة الوسطى والمعرفي والمستوى الاستراتيجي الإدارة العليا تحصل على الخدمات المعلوماتية من خلال ستة أنظمة مختلفة وهي أول نظام نظام معالجة التعاملات بسموه Transaction Processing System أنظمة معلومات تعالج وتتجل البيانات الناتجة عن الأعمال اليومية من المستوى اللي موجود بتخدم طبعا هاي المستوى التشغيلي بالدرجة لماذا بحكي على أعمال روتينية وضرورية ويومية إذن بحكي على مستوى الإدارة التشغيلية العادة هذا النظام بيكون يعني يسمح بالعمل المتدفق عمل كثير جدا زي قسم السكرتاريا والسجل الطبي بالمستشفات بيستقبل يعتبر مستوى تشغيلي بيستقبل عدد كبير من الحالات اللي بتدخلها المستشفى بشكل يومي هذا البرنامج أو هذا النظام اللي يأصل أنه يسمح بالمعالجة السريعة لأنه نحكي على أعداد كبيرة من المراجعين اللي ممكن يستفيدوا من الخدمات من خلال هذا البرنامج النظام الثاني اللي يدعم المستويات التنظيمية الثلاثة اللي سبق ذكرها نظم المعلومات الإدارية Management Information System وهذا من اسمه يدعم مستوى إداري ولكن هذا المستوى هو مستوى الإداري مستوى الإدارة الوسطى يساعد في الرقابة وإعداد التقارير ومراجعة العمل الخاص بالمستوى التشغيلي أو الإدارة التشغيلية نظام الثالث نظام نظم دعم القرار Decision Support System هاي النظم تساعد المدراء في اتخاذ القرارات الفردية بساعد في التعرف على المشاكل اللي يتعرض لها المستوى التشغيلي والتعام والإمكانية اللي هو معالجتها وحلها مستوى الرابع أو النوع الرابع من أنظمة المعلومات الداعمة نظم دعم المدراء التنفيذيين Executive Support System هاي الأنظمة تخدم المستوى الإدارة العليا أو الاستراتيجي في المؤسسة نفسها بتساعدهم في اتخاذ القرارات الغير مهيكلة قلنا غير هيكلة يعني عمال هو تدعوها ما كانت أصلا موجودة لكن في ظروف معينة أوجبت عليهم أنه يكون فيه قرارات جديدة تعتمد نظم دعم المدراء النظم الإدارية أو نظم المحاوسة من نظم دعم المدراء التنفيذيين على المعلومات من المستوى الإدارة الوسطى اللي هي تأخذ معلومات أيضا من مستوى الإدارة التشغيلية والأصل أنه بتكون هاي المعلومات محددة وملخصة عشان حكينا أنه كتير من أجندة المسؤولين بتكون مشغولة النظام الخامس نظم أنتمتة المكاتب أو بسمها Office Automation System وهي المقصود فيها يعني الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا المعلومات يعني توظيف الحاسوب والهاتف والشبكات من أجل تحسين الخدمة في بيئة العمل زيادة الإنتاجية ويهدف هذا النظام إلى نقل البيانات والمعلومات إلى كل الأشخاص في المستويات الإدارية الثلاث اللي محتاجينها ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة في أقصى مدة ممكنة النظام الأخير أنظمة Expert Systems أو بسموها الأنظمة الخبيرة وتستند هذه الأنظمة إلى مجموعة من التقنيات المبرمجة في الجهاز نفسه وكأن هذه الأنظمة تقوم مقام الخبير يعني في مثال رصد الأمراض المعدية إلى البرنامج المحوسب تبع الوكالة الغوث بيعطي ثلاث مستويات زي ما حكينا قبل هيك Alert Alarm and Result أنه مع بداية تسجيل حالات أمراض معينة بيقولك أنه بيعطي إنذار Alert يعني إحنا فيه عندنا زيادة المفروض أن يكون فيه تدخل قبل ما يصير فيه عندي المستوى الثاني Alarm يعني صار فيه عندي انذار بالانفجار في عدد الحالات أو Three Shoulds اللي هي العتبة يعني إحنا تعدينا كل الخطوط اللي ممكن يتم قبولها في رصد الأمراض وتعداد الحالات هذه هي الست أنظمة اللي تقوم على خدمة المستويات الإدارية الثلاثة التشغيلية والإدارة الوسطى والإدارة العليا العلاقة ما بين هذه الأنظمة الستة سواء الأنظمة الخبيرة أو النظام الأتمة أو دعم المدراء أو نظام دعم اتخاذ القرار للإدارة الوسطى أو نعم نظام دعم المعلومات الإدارية الخاص بالإدارة الوسطى أيضا أو نظام معالي للتعاملات الخاص بالمستوى التشغيلي العلاقة ما بينها يجب أن تكون علاقة تكاملية وعلاقة ترابطية هذا يعني حتى يتم العمل لا بد من التأكيد أن تكون هناك علاقات ذات تبادل وعلاقات تنسيقية وترابطية ما بين الأنظمة مع بعض البناء التنظيمي لإدارة نظم المعلومات المقصود للهيكلية الإدارية بمكوناتها لأي نظام معلومات داخل المؤسسات في وزارة الصحة في حاجة يسمها الفك البي اتش اي سي مركز المعلومات الصحي الفلسطيني اللي بيطبع لمدير عام ووكيل الوزارة ويندرج دحته طبعا مجموعة من اللي هي الأقسام والدوائر والأقسام والشعب والأفراد العاملين بمستويات إدارية مختلفة لكن بشكل عام الهيكل التنظيمي له عدة وظائف أول حاجة تطوير الأنظمة اثنين ضمان الجودة ثلاثة إدارة العمليات أربعة التدريب خمسة إدارة قواعد البيانات وآخر نقطة إدارة شبكة الاتصال الأول شغلة في تطوير الأنظمة في تقوم على تحليل وتصميم الأنظمة وبرمجتها بما يتلاءم مع حاجة المؤسسة نفسها الوظيفة الثانية ضمان الجودة وهاي طبعا من الأدوار اللي تعتبر للإدارة الوسطى والإدارة العليا التي تسمح بعمليات الرقابة على الأداء وإنجازات الموظفين ثالثة إدارة العمليات وهاي تعتبر من مسؤولية مشغل النظام ومدراء قواعد البيانات هذه مسؤولة عن تشغيل واستثمار كل التجهيزات الحاسوبية الموجودة داخل مكان العمل الوظيفة الرابعة هي وظيفة التعليم والتدريب وهاي طبعا كتير مهمة بحكم أنه يعني في عنا برامج جديدة عمالة بتتحدث وبتتطور بحاجة إلى الدعم وتقديم المشورة للمستخدم النهائي في ناس ما كانت إلى علاقة في الشغل المحوسب اليوم صار يفرض عليهم طبيعة العمل والتطور اللي موجود أنه يستخدم الحاسوب ويتعامل مع البرامج التشغيلية والتطبيقية الجديدة وهذا بيحتاج إلى عملية تعليم وتدريب مستمر للطواقم أو المستخدمين النهائيين الوظيفة الخامسة إدارة قواعد البيانات وهذه الوظيفة لها عدة فوائد أو وظائف منها التطوير والتحديث والحفظ والأمان والصيانة لقاعدة البيانات مهمة طبعا مدير قواعد أو مسؤول قواعد البيانات الخاصة بالبرنامج محوسب آخر وظيفة إدارة شبكات الاتصال ووظيفتها طبعا إدارة الشبكة كتحديد صلاحيات وإعطاء إمكانية اللي هو الدخول إلى الشبكة للمستخدمين داخل المؤسس نفسها وهيك إحنا يعني بيكون أنهينا الفصل الثاني من نظم المعلومات الصحية في اللقاء القادم إن شاء الله هندخل على تفصيل أكثر في نظم معلومات المستشفى مع الأنظمة الفرعية التابعة له كذكر وتفصيل في اللقاء الذي يليه وفقكم الله لكل خير السلام عليكم